يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلق الأنشطة والفعاليات أمام جمهور للمشاركة في قرابة 500 فعالية ثقافية هذه الفعاليات تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقمة مصرية عربية وعالمية في سبع قاعد مع انطلاق الأنشطة والفعاليات فتحت صالات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين أبوابها أمام الجمهور للمشاركة في قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية في سبع قاعات أنا حريص أن أحضر معرض القاهرة الدولي كل سنة لأنه مهرجان للقراءة قبل ما كنت ناشر فأنا أقارئ كويس جدا للكتب يعني الحمد لله فكنت حتى قبل مكتب بأي كتب كنت باجي أشتري كتب من المعرض أنا حريص كل سنة دايما بأدور أنا من هوياتي مثلا الخط العربي وبأفي كتب معينة موجودة هنا ليه بأبحث عنها الشعر الرواية الجديدة ميزة المعرض هنا كل سنة بيكون فيه تشكيلة لكل الحاجات من كل الأطياف من كل أنواع الكتب اللي موجودة سواء من شعر رواية طبعا معرض الكتاب فرصة كويسة جدا لنتعرف على كل جديد أنا عادة ليها ميول كده نحية المواد العلمية شوية بما أن أنا مدرس ماس وبحث عن الكتب الجديدة في المجال بتاعي وبحب أولادي يجي يتفرجوا على معرض الكتاب وبرضو يهتموا بعض الثقافات كل واحد من القصة عندنا ليه مجال بيهتم به يشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام أكثر من ألف ناشر مصري وعربي وأجنبي من ثلاثة وخمسين دولة من بينها البرنامج الثقافي للأردن والتي تحل ضيف الشرف للمعرض بمشاركة أكثر من ثمانين كاتب وشاعر وناقد وأكاديمي وأديب على سبع وعشرين فعالية بمشاركة عدد كبير من الدول العربية تشارك سلطنة عمان سنويا في معرض القاهرة الدول للكتاب وذلك لأهمية معرض القاهرة في الوطن العربي ولأهميته طبعا الهدف من المشاركة هو إبراز المطبوعات العمانية والكتاب العماني بشكل عام للقمهور المصري وإبراز القوانب التاريخية والثقافية والفكرية وشتى القوانب الأخرى من سلطنة عمان سعيدين بهذا التواجد في هذه المشاركة طبعا نحن هيئة البحرين للثقافة والأثار حارسين دائما على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لإعراض الناتج والفكر البحريني في شتى البجالات نعم بيعتبر الجهاز المركزي لتعمل العامة والإحصى المصدر رسمي للإحصى في مصر وهو ضلع أساسي في الإنجازات والجمهورية الجديدة اللي بينشدها الجميع حيث أنه لا تخطيط بدون بيانات عندنا أكتر من نشاط وفعالية في المعرض الكتاب ليس أول مرة نشارك في المعارض الدولية إحنا بنحاول ننشر الإصدارات بتاعتنا إليها من تخصصات مختلفة زي الشؤون الخارجية سياسات العامة الاقتصاد حتى كمان المشاكل البيئية من تغيرات مناخية وخلافه كل كده نحاول ننشره من خلال إصداراتنا فيه إصدارات بتبقى سبتة يعني مثلا بصورة شهرية أو بصورة سنوية وفيه إصدارات بتنزل لملفات وقضايا بعينها وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب شعار على اسم مصر معا نقرأ نفكر نبدع وتعني الفعاليات الفكرية والمعرفية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل ويأتي اسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جهين شخصية هذا العام